الأسرة هي الحصن الأهم ضد الإلحاد والشبهات والشكوك وأفضل ما تعمله مع أولادك مع إخوانك مع من يعز عليك التربية القرآنية وهو ما لن يستطيع المفسدون لكلهم أن يمنعوا منهم رب نفسك أولا ثم أولادك على أننا خلقنا هنا في هذه الدنيا لنبتلى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم هذه حقيقة ليبلوكم علشان ما يطلعش ابنك مثل هذا اللي بيقول أنا تركت الإسلام بعدما شفت أخويا بتأتلوا أصحابي بتأتلوا رب ابنك على وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد شخصيا صلى الله عليه وسلم مش أخوك وصاحبك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قل لابنك يا بني الله عز وجل لم يعدنا ألا يبتلينا ثم أخلف أبدا حاشاه سبحانه بل وعدنا أن يبتلينا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ربي ابنك وبنتك على لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإياك يا بني لما ربنا يبتليك تعترض ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قل لابنك يا بني إياك تنتظر جزاء أعمالك في الدنيا الدنيا دار بلاء مش دار جزاء وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كما قال الله عز وجل ما تقولش لابنك يا بني صلي علشان ربنا يوفقك في دراستك ادفع زكاة أموالك عشان ربنا يزيد لك أموالك لا صلي علشان ربنا يرضى عنك ويمكن بعد ما تصلي وتستقيم ربنا يبتليك لكن حيكون معك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك علشان ما يطلع لك شي ابنك مثل هذه النماذج اللي بتقول الوحدة فيهم بحثت عن ربنا ما وجدتهوش في الأطفال اللي بتعذبه في اللي بنحبسه من غير زند ربيه على ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربي ابنك وبنتك على وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا علشان ما يطلعش بتطلعش بنتك مثل شخصية في الفيلم اللي بتقول الإسلامين خزلوا الثورة وانه حسيت نفسي مش عايزا نتمي للناس دول ربي ابنك وبنتك على يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ربيه يكون عنده غيرا على دينه علشان لما يشوفوا ناس بيخونوا لواء الإسلام فمن النذال إنه يترك الإسلام ليهم ما يتعذرش بأن هؤلاء خانوا الإسلام لا روح احمل لواء الإسلام بينما للأسف تجدها تقول لك هما يعني هما اتخذوا موقف خاذر من الثورة فأنا كرهت أنتمي لهؤلاء فتركت الإسلام يا حلاوة الله المستعان تتحولين لعدو للإسلام تبثين التشكيك والشبهات طضي الإسلام بدل ما تحمل لواء الإسلام لو كنت من الصادقين ربي أولادك وبناتك على يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ليحملوا هم اللواء ويدافعوا عن الإسلام علشان ما تطلعش بنتك زي اللي بتقول خلعوا حجابي ونقابي فكفرت اللهم مستعان ربيها على الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربيها على قوة الشخصية والثبات وأن يزيدها إجرام المزرمين قوة ربيها على سورة البروج والتي انتهت بحرق المؤمنين ومع ذلك قال الله عنهم في السورة نفسها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير اتحرقوا نعم ذلك الفوز الكبير ماتوا على ما يرضي الله عز وجل وثبتوا على مبادئهم ربي ابنك وابنتك أن يكونوا سعداء مع هذا كله لأنه يكفيهم أن يكون الله معهم قل لابنك يبني النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب فهلما تشوف نفسك يا ابني مؤمن تحب الله ورسوله فاعلم أن الله يحبك وكل شيء يحصل بعد ذلك لمصلحتك يا ابني ما تشترطش على الله ينصرك في الدنيا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الله يبني أعطانا إحدى الحسنيين في نصر وفي شهادة علق قلب ابنك بالآخرة ذكره بأن الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يبقى اشترى منك كل حاجة لكن في مقابل عظيم الجنة أنت يا الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم نشأت في عوائل مسلمة وكنت متدينين كما زعمتم وإذا كانت قصصكم حقيقية إذا كانت قصصكم حقيقية أنا عاوز أسألكم سؤال ما قرأتوش هذه الآيات كلها ولا قرأتوها وما كنتوش عاوزين تقتنع بيها وتهربت من حقيقة أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء والله يعاد إذا أنت خدعت أنفسكم فدي مشكلتكم إذا خدعتم أنفسكم فهذه مشكلتكم لا تلقوا باللوم على الله وعلى أقدار الله عز وجل ربي ابنك يكون صريح مع نفسه وما يخدعهاش مثل الشخصيات اللي في الفيلم ربي هو ذكر بقول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذرة وفي النهاية أخواني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والسلام عليكم ورحمة الله